بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً وفي النعم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبرأة من الشك والتهم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد العرب والعجم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وزريته وأمته أفضل أمم أهلاً بيكم في قناتكم فوائد النورانية الروحانية المجربة مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبكتاب العزيز القرآن الكريم وبأسماء الحسن العظيمة إذا قدر الله وشاء واستفدت من هذه الفائدة فضلاً وليس أمراً أسألك الدعاء والاشتراك في القناة ولا يكوكم من توشير ليصلك كل فائدة جديدة مجربة بإذن الله وأذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله عز وجل والصدق والبساطة وبحسن الاعتقاد برب العباد يحصل المراد فإلى فائدة اليوم توكلنا على الله فائدة اليوم إن شاء الله هي بعنوان أسرعوا بقراءة هذا وإذا الإسم العظيم فهو مغناطيس المال والشراء الدائم بإذن الله طبعاً هذا الإسم العظيم الجليل من داوم على ذكره رأى الأرزاق كيف تنقسم إليه وتنجلب إليه ومن أكثر من ذكره وسع الله رزقه وذاكره ذاكر هذا الإسم لا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه بإذن الله خطوات العمل بهذه الفائدة الكريمة العظيمة كالآخر أولاً إخراج صدقاء بقدر ما تستطيع لا يكلف الله نفساً إلا وسعه على قدر تأطج ثم صلاة ركعتين لله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر أو في وقت الصحر وقت الصحر ساعة الصحر ليسعى لقبل الفجر ثم الاستغفار بهذه الصيغاء قول ورايا أستغفر الله العلي العظيم الحي القيوم لظلمي وجرمي وأتوب إليه كان مرة يا أبو محمد سبع مرات سبع مرات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة انطأها ورايا اللهم صلي وسلم وبارك على من سميته غالباً رحيماً وحليماً محمد رسول الله سبع مرات ثم قراءت هذه الآية الشريفة الكريمة قال ربي اخفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب هذه الآية الكريمة تقرأها سبع مرات عشان تبحث عنها هي آية رقم خمسة وتلاتين في صورة صاد ثم ذكر الاسم الجليل العظيم العليه مدار العمل هو اسم وهاب ولكنك تنطق بياء النداء يا وهاب كم مرة يا بمحمد مية ستة وتسعين مرة ليه لأن عدد اسمه وهاب أربعة عدده صغير أربعة عدده صغير اضربه في نفسه يعني أربعة عددنا مية ستة وتسعين مرة طب إحنا عملنا كده ليه عشان نوصل لأعلى مراتب أعداده في الزكر مية ستة وتسعين مرة يا وهاب مية ستة وتسعين مرة أنا مش عايزك تقرأ وتنفذ وخلصنا عايزك تقرأ وتفهم وتنفذ فكان أجود إن شاء الله عشان الفائدة وصلك بما يرضي الله ورسوله ثم ذكر هذا الدعاء المبارك القصير المخصص له مرة وحدة فقط لا غير الدعاء بيقول اللهم يا وهاب يا من لا يرد سائله يا من بيده خزائن الأرض والسماوات أسألك بأسماءك الحسنة وصفاتك العليا أن تفتح لي أبواب الرزق الحلال وأن ترزقني من حيث لا أحتسب وأن تجعل مالي مباركا فيه وأن تبعد عني الفقر والحاجة اللهم يا وهاب يا غني يا مجيب دعاء المضطرين ارزقني المال والصراء الدائم واجعلني من أصحاب السعادة والنعيم في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحاب وسلم توكلوا على الله وعملوا بهذا العلم العظيم والجوهرة الكريمة فهو مغنطيس المال والصراء الدائم هذا الاسم العظيم وهو مشهور عند العلماء جميعا وربني وفق الجميع وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع فائدة جديدة مجربة التواصل معي على الوطس فقط للكشف والعلاج الروحاني من عشر صباحا إلى تمانية مساء يوميا معدى الجمعة وفي أمن الله وحفظه ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته